موسيقى الكل تعرفون قصة شقيقي عادل عادل عبد المالك ابن مبروك الحاج مبروك المجاهد ونجل شهيد عبد المالك أحمد بن مبروك أيضا الذي استشهد في سجن الكدية بيتبسة تحت التعذيب عام 1957 شقيق محمد كان مجاهد وسجل أول عملية فرار فرار من السجن فرنسي وأيضا شقيقهم بالخير الذي تم اغتياله في جامعة الزيتونة وهو أحد علماء ثورة وتم التصفيته من قبل الأجهزة السرية للاستعمار الفرنسي لست هنا بصدد الاسترسال في تاريخ هذه العائلة ولكن فقط لأنني كنت أتحدث من قبل حول فرار أبناء المجاهدين وجزائر الاستقلال اللي إلى مستعمر الأمس ولكن أردنا التذكير بهذه المسألة عادل وشقيقه الآخر عبدالغني هما من الدرك الوطني قضى عادل 18 سنة تقريبا في الدرك مباشرة عبدالبكالوريا من جحش راح مباشرة التحق بالدرك الوطني وبعد ذلك تحصل على شهادة البكالوريا وشهادة الليسانس في الحقوق وعامل ماستر في الحقوق أيضا والقانون لم يعني ما معاش مباشرة من هنا قضى شبابه ظهرت شبابه قضاها في الدرك الوطني ومن بلد إلى بلد عامل في كثير من الولايات الأمر نفسه بشقيقنا عبدالغني لي عمل تقريبا 24 سنة قاتلوا فطرة زمانية ويأخذ تقاعد انتاعه غادروا به لا بدوره لم يشهد له يوما لا هو لا ولا عادل ارتكب مخالفة أخذ حتى ملاحظة فقط من المسؤولين في الدرك الوطني حاولوا حتى في التحقيقات ربما يجدوا عندهم حاجة فساد تتعلق بمصباح أخذوه وخبوه ولا شيء خرجوا نظاف ولكن اللي يتآمروا عليهم مهمش نظاف عادل يعني بعد ما قلت حكيت لكم أنه في فيفري 2022 بدأوا حكاية هذه كانت تعلم الشمل واتصل بي أحدهم يدعى نكاع نكاع هذا صلاح الدين كلف أنا ذاك من جهة الأمن الخارجي اللي كان يترأس فيها أحد الضباط لتعالأمن الخارجي اللي معروف أعتقد محفوظ أو شيء من هذا المهم بدأ يتصل تصل بي حتى أنا فاتكلمنا في هذا الموضوع وبعد ذلك جوني أشخاص من من هذه السيرفيس أنت عن أمن الخارجي والتقيلة في باريس تفضلوا قال لك ماذا تريد؟ قال نحن رنا بصدد تلفيذ مشروع لم تشملوا بصدد أنه نتصل بكل الجزائريين اللي حب يعود يرجع للوطن يرجع وراجع وتكلمنا على قضية الرأي وقضية حرية التعبير وما إلى ذلك هذا كان في فيذري 2022 يعني تقريبا سنتين وتكلمنا في هذا الموضوع ما هو المطالب؟ قال لك صحا تتكلم وتعبر على رأيك كما تريد ولكن هناك بعض الأمور لا تتحدث عليها قال لك من بين الأمور لا تتكلمنا على تابون ولا سعيد شنغريحة ولا نقدس لسيرفيس وأيضا ما تتكلمناش على البوليزاريو أما الوزراء والحكومة وأفعل ما تريد وما يحلو لك إيران كما تريد كل شخص فيه كما تحب ولكن هذا كذا فقلت لهم أنا ذا قلت لهم أنا ماني مستعد الآن أني ندخل قالوا لي من الآن؟ هم في تلك المرحلة بمجرد ما بقى على الاتصال معي تم اعتقال أشقائي وضغط عليهم وكذا 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 وأنا ما كنت أعلم وهددوهم حتى إذا لو يخبروني أنهم سيكون ما يكون المهم كانوا على ما أذكر أنها كانت محاولة للانتقام مني أو استدراجي وهناك حديث يقال بأنه هذا العقيدة معاذ اللي هو سواعي سرقين أو شوي من هذا القبيل اللي هو من ولاية تبسة الولاية التي أنحدر من وراءها يقولوا هو خلف هذه المصرحية انتعى محاولة استدراجك وإدخالك للجزائر ولو دخلت للجزائر لا سجنوني وانتقموا مني وانتهى لهم المهم بعد ذلك خلاص انتهى الموضوع بالنسبة لي أنا واصلت أنا أعبر على رأيي كما أريد ولا أنا أصلا بصدد أفكر أروح للجزائر ولا أي شيء هذه الجزائر الناس شعب اللي يهرب منها عليها سنروح لهنا فقط باش ندخل نشوف الوالد والوالدة إذا ملتقناش في الدنيا راح ننتقوا يوم القيامة هذه مفرغ منها عليش من الذي سنجنيه الواحد راه في الخارج يعبر على رأيه كما يريد مواقف وحر فيها ما كان حتى واحد يكسر لراسي حتى نروح لناك ونصير نصير مضطر أني أرضخ ولا أي شيء هذه ينسوها المهم تم طردهم صباح 5 جوليا 2022 تم طردهم تم طردهم من الدرك الوطني الوالد كان يستعد ذلك الصباح كي يروح يحضر هي الذكرى الستينية باش يحضر الحفل انتاع ذكرى ستين الاستقلال وكان تبون داير زردة كبيرة جاب لها انتاع إبراهيم رخيص تندوف وجاب لها محمود عباس وجاب لها قيس سعيد وجاب لها بعض الأشخاص وداير حفل الستينية ويعرضوا في الأسلحة هو وسعيد شنجرية لكن عن طريات الفارغة كان ذلك الوقت الوالد تلقى صدمة كبيرة في الذكرى الستين للاستقلال بطرد أشقاء من الدرك الوطن طردوهم خرجوهم من البيوت حرموهم من حقوقهم عندهم الحق في التقاعد كما شقيق الآخر لو خلوه عام وشوية رح يديد قاعد كامل لكن طردوه حتى عنده الحق في التقاعد النسبي حرموه منه ودالونهم بأثر رجعي طبقوا عليهم قانون أنه عقوبة خمس سن ما تخذ شطر على التقاعد كذي دولة دولة جيشها يعاقب عناصر يهينهم ولكن لا عجب جنرالات كانوا يصنعوا في القرار حولهم الجنود وأهنوهم أكثر من 35 جنرال دخلوهم للسجون فيهم اللي ما عندوش قضية يختلف فقط مع فلان وعلان وشنقريحا شنقريحا يعطي الأوامر بسجن الضباط اللي ما يعجوز قلوا دخلوا التريبينا اللوح وثم وبعد حوسلوا كشفة قلوا قضية نفس الشي المهم في أوت في 12 أوت 2023 تم مداهمة بيت الوالد على الساعة الخامسة صباحا الوالد لما تتخيل شيخ كبير دهملوا بيته على الخامسة صباحا القانون مش نتكلمه بكل وضوح القانون يسمح بمداهمة البيوت على الخامسة صباحا لكن من هي البيوت التي تتم وضاهمة على الخامسة صباحا من أجل مثلا تكون فيها جماعة إرهابية حالة تتلبس مسألة أخلاقية أو شيء من هذا القبيل مسألة أنك تسأل على عادل تجي على الخامسة صباحا وطبعا سبق ذلك اعتقال ابن شقيقتي أيضا لفقلوا تهمه ودالوا لقضية وتارهابه وكذا وكذا ودخلوا على أساس فيديو نشره مش نعارب كيف حتى تم استدراجه نشره له نشره له واحد الأشخاء شخص موجود في لندن في صفحته وده في ستين دهية أو ما زال مسكين في السجن ويعلم ربي بظروفه وأحواله العائلية المهم هذا هو هذا دهموا البيت أخذوا ثلاث أشقاء بعد طلقوا شقيق الكبير ثم بعد ذلك اثنين أخذوهم من الشريعة إلى وليت بس واحد قضى ليلا وبعد والله أطلقوا صراحه والآخر بقى عندهم ستة أيام المهمة أربعة أيام تم تقديمه للقضاء أو قضاء مدينة الشريعة مدينة الشريعة قاء وكيل الجمهورية جابونوا القضية أحالها على التحقيق قاضي التحقيق أمر بالإفراج عليه قال لك عنده هذه القضية وش هي القضية قال لك القاو عنده صفحة في الفيسبوك ناشر فيها رسالة وجهها إلى عبد المجيد تبون وبعض المنشورات يشتكي فيها على حاله وعلى ظلمه اللهم انتقم من من ظلمني وما إلى ذلك من هذه الأمور المهم مشات هكذا مشات هكذا بعد ذلك أطلق صراحه قضي قال لك لا هذا الرجعوه عنده قضية هما فرني جاتهم تليفونة ثمثم بلغوا باللي رهوا تم الإفراج عليه هما بلغوا يحياء الحاج الحاج قال لهم لا لا يتم الإفراج عنه هرفدوا ودوه إلى المركز انتاعهم في تبس ثم قال لك لا عنده قضية ثانية ما هي هذه القضية وعليش ما حتيتوش عليها من قبل لا قال لك عنده قضية ثانية ارسلوا الكمبيوتر تعه إلى مركز مركز هذا تعالى الأدلة الجنائية في بوشاوي مركز الأدلة الجنائية يمسكه شخص متورط من رأسه إلى أخمص قدميه في قضية أشقائي وهو الذراع التي يبطش بها الجنرال يحياء الحاج يبدلوا في الملفات يبيعوا في القضايا بالمليارات أشياء تتعلق بمخدرات تتعلق بأموال يعني عملة مزورة ويمسكوا عملة مزورة يطلعوها ثم يدفع مليارات يحكموا يبدلوها بعملة صحيح يفوتوها المخبر يجي سلبية يقول لك لا عملة صحيح عفل أمان يخرج من القضية كيوم ولدتهم أو بلاوي كثير في قضايا أدلة جنائية وما إلى ذلك داروا له كما هكذا بعد ذلك قال لك إش بدنا له آغ عندك وحد الوثائق لا يجوز الحصول عليها أخي عادل كان عنده الكمبيوتر نتاعه وكان يخدم في واحد البريقاد نائية في الولايات البرج ويستعمل في الكمبيوتر نتاعه فكالمحاضر واحده يجي تشكي واحد يتعارك حاجة المحاضر نتاعهم من الناس وبعد ما يطبع هاي سيبريميها هما عندهم ملوجيسيال يتم شروه في ألفين واثنين ولا ألفين في بداية الألفين وبعد ذلك هم زادوا وشلوا برنامج آخر متطور أي كمبيوتر يسترجعوا أي شيء مر عليه استرجعوه وملولوا الكمبيوتر ارتعوا وداروا له قضية في تسعة طاعش أوت اختفى هزوه دوه انتعى الأمن دوه داروا به في عدة مناطق بعد ذلك رفعنا شوك وعاجلة إلى الأمم المتحدة لجنة الاختفاء القصري في الأمم المتحدة رسلت الجزائر طالبت سألت عنه وجدوا أنفسهم في موقف حرج ماذا فعلوا أرسلوه إلى المحكمة العسكرية منذ ذلك الحين اليوم 137 يوم نعم 137 يوم وهو راه يقبع في السجن ما عنده حتى تحقيق تحقيقات رفضوها لأنه يحياء الحاج قال لهم ما يحقق ولا أي شيء قضيت عندي كلما يبرمج لقاضي التحقيق هكذا يوم يخبر المحام انتا يروح المحام يقولك لا تم ألغي هذا الأمر لماذا ولا أحد يعلم اليومنا هذا الآن راه في أربع شهور ونصف ما حققش ولا مرة واحدة باستثناء البداية طي يشوفه في السجن وخلوه هكذا هذه هي الحكاية بقط عنده قضية في الشريعة قاضي التحقيق أفرج عليه يجي أمر في آخر يوم من المدة القانونية التي تسمح إلى وكيل الجمهورية بالطعن في قرار الإفراج يدير طعن في قرار الإفراج ومباشرة بعد يومين غرفة الاتهام تجتمع في مجلس قضاءة بسة وتصدر أمر بإلغاء الإفراج وديرونه الأمر بالإيداع فأصبح عنده أمر بالإيداع وديرونه الأمر بالقبض وهو أصلا مقبول عليه موجود عند المخابرة ثم بعد قعدة هذه القضية اتخيلوا منذ أيام أجلت مرتين وحاكموه وصدر الحكم في وحدة وثلاثين أنا علمت به مؤخرا فقط في وحدة وثلاثين في آخر يوم من السنة الميلادية صدر الحكم على حسب ما وصلني من معلومات وأنه حاكموا عليه بسنتين سجن نافذة غيابيا ومصادرة المحجوزات التهمة وشهي إهانة الرئيس تشويه مؤسسات الدولة تهديد الوحدة الوطنية واحد الحكايات ما ما كان حتى شيء حتى صفح تروح وشوفوها ما زالت باسمه عادل عبد المد حكموا عليه بسنتين سجن نافذة غيابيين الغريب أنه المحامي تبعوا بلغ وكيل الجمهورية وبلغ المحكمة بأنه السيد راهوا مسجون في قسنطينة كيفش تحكمه غيابيا إما تأجلها تخليها تأجلها حتى نهار لي يخرج ويجي عندك أو أنك تأمر أنت قضاء تأمر أنه يروحوا قوة أمنية تجيبه من قسنطينة يحضر المحاكمة وعليش تحكمه غيابيا وانت تعلم بأنه مسجون مسجون في سجن قسنطينة العسكري هذه هذه بلد ولا وشن هي بش تعرفوا بأنهم يتلاعبون الآن داروا له عامين إذا بكرا قاضي التحقيق أو شيء من المحكمة العسكرية خرجاته ممباشرة هناك يرفضوه يزيد يسلمه للمعقضاء المدني ويزيد يقعد يشارع ويستعنف وما إلى ذلك من هذه الأمور أنت تروح الواحد قضى حياته في الدرك الوطني عامل لم يشهد له في تاريخه أنه دار غلطة حققوا فيه حققوا فيه على أساس هل عنده قضية فساد ما لقوش عنده حتى شيء حتى منزل مدارش ساكن في بيت الوالد ثم بعد ذلك تجي تدمر له حياته تدمر له أسرته بعد ذلك تروح هو كان يتطلع إلى أنه يصبح حتى كان يقول بأنه يكمل عمله العسكري ويأخذ التقاعد وبعد ذلك يلجأ إلى المحامات لأنه حاب يدير ماستر هو رداير ماستر يكملها ويزيد يدير الدكتوراه يصبح دكتور في القانون وبعد ذلك يدير الأمور تعالى محاماته يصبح محامي وما إلى ذلك تروح تحطم له حياته لا لي شيء إلا لأنه شقيق أنور مالك ما ذنبه ما ذنبه هو وما علقته بي أنا أنا أعبر على مواقفه وفي طريقه أنا كنت متمنى فيه يوما أنه ما يدخلش الدرك الوطني كنت متمنى يدرس يروح للكلياته كذا وهو ذكي ومستواه يعني رهيب في الدراسة وكذا وكذا فقلت له لم يسعف كذلك الحظ في تلك السنة في الباكالوريا لأسباب كذا عاود وتديها وبالفعل راح للدرك وبعد عاود الباكالوريا ودها بمعدل جيد وراح كمل دراسته وأصبح متحصل على الليصانس وثم داير ماستر ثم بعد ذلك يجي دمر له حياته بهذه الطريقة لا لي شيء إلا لأنه فيه واحد الفاسد سرقص بابة واحد المجرم أنا راح نرجع لكم ونحكي لكم واحد القصص العجيبة في تاريخ هذا الجنرال يحياء الحاجب راح هكذا دمر له حياته والآخر عنده شقيقي الآخر عبدالغني عنده أربع أولاد يعني واحد يقضي قريب 24 سنة خدمة بعد ذلك يجي دمر له حياته هكذا روح لتأمين وهو مريض بالقلب وعنده أمراض مزمنة لا تأمين لا عنده لا يفكر له في مستقبل أولاده أنت تروح تنتقم من عائلة كلها هذه بلد الله ينعل أبوها إذا كان هذه بلاد أو يتشرف الواحد ينتمي لها عندما يجي واحد هكذا ويقول هذا الكلام من الحراجة بعض الناس ينوموه كلهم أنا والله نلتقي مع حراجة ونقول أنت جزائري قل لي ينعل أبوها هذه الجزائر التي ضيعت لحياتي والأراني مشرد لا أجد فيه أي مكان فيها وش من بلاد هذه وش من بلاد هذه اللي يحكمها واحد زي تبون وواحد زي شينجريحة والدرك الوطني في يد واحد يطلق عليه بين الدركيين سرق صبابة كان يقتل في الناس بيديه ونعرغ رغم أنه نتكلمه لو كان دولة مؤسسات روحوا نتكلمه شوف فيه دول أم يضحكوا عليها يقول لك رهي مملكاته مش نعارف وش نحن جمهورية وديمقراطية لو يطلع واحد إعلامي يتكلم على مظلمة والله ما ينام ذلك المسؤول حتى يفصل فيها نحن منذ منذ تم توقيفهم من جوليا 2022 ونحن نتحدث على هذه القضية وسجنهم ولا شيء كذي بلد تتخمم في صمعتها رأي صمعة الجزائر أصبحت كما صمعة الساقطة أنا أكرمكم الله التي لا قيمة لها هذه بلد تحولت إلى مصخرة بين الناس الناس والتاني نشوفهم في المطارات جواز الجزائري يدير لغلاف باش ما يظهرش الجواز الأخضر مرة نحكي معه واحد قلت له على جدير لغلاف كما قالوا والله هنا نحشم أنه يشوفوا الجواز التاعي الجزائري لأنه ما عندي حتى قيمة وجه يكذبوا على الناس البلد اللي فيها حقرة انتعى البوليزاريو يتحرك بجواز دبلوماسي انتعى البوليزاريو يضرب في الشهرية من وزارة الدفاع عسكر البوليزاريو يخلصوا من عند وزارة الدفاع وشاب جزائري دمر له حياته وبعد ذلك يزيد تحكم له غيابيا تحكم له غيابيا هذا المرتشي انتعقى وكيل جمهورية الشريعة روحوا حققوا في القضايا اللي يفصل فيها مع الناس الأثرياء انتعى المدينة البلاو اللي عندهم في الضرائب وكذا وكذا كيفاش رح يتلاعب فيهم وكيفاش يساعدهم روحوا كم من قضية مرة عليه يتدخل فلان وعلان من تلك العائلات عائلات الأعيان الثرية اللي موجودة في ولاية تتبسة ومدينة الشريعة تحديدا ويتحول الظالم إلى مظلوم والمظلوم يتحول إلى ظالم كم من واحد مسكوا عنده سيارات فيها حشيش وعندما تدخل الأعيان عنده وكيل جمهورية وعند الدرك الوطني وعند البوليسية قلبه القضية من رأسها إلى أخمص قدميها روحوا وشوفوا كل مهربين تعالت عن الحدود وما إلى ذلك من هذه الأمور يجي الآن يمسك يحكم على واحد غيابيا وهو محبوث لا يحدث إلا في الجزائر لو كان ماهوش محبوث يجهلوا مكانه يبعثونه استدعاءات ما يجيش يعتبروا ما هو نعارف ولا رح يجيبوه يحكمونه غيابيا لكن هذا محجوز موجود في السجن العسكري لأن السجن القضاء المدني ولا القضاء المدنيين ولا ووكلاء الجمهورية ما يقدروش يرفعوا روسهم أمام العسكر يعني تخيل أنت قاضي وعليش أصلا هذه القضية أصلا ما درتوها لش كلها قضية مدنية علاش خطفته مدة زمنية لأنه علاش مش هم حبين يجيبوه خيفين يجيبوه كانش ما يقول أمام القاضي بأنني تعرضت إلى كذا وكذا لا أستبعد أنه تعرض للتعذيب وأشياء مثل هذه مدام هو مخفي الآن ما يقدرش يتكلم خيفين يجيبوه أمام القاضي كانش الناس تحضر ثم كانش ما يسمعو يسمعو يقول لهم أنا تعذبت ولا خطفوني المخابرات ما حبوش يحقوا معاه خيفين أيوم المحاكمة ولا التحقيق كانش ما يحكي أنا أكيد أجزم بأنه تعرض إلى شيء ما لذلك حتى قد يكون أصلا قضاء رئيس القسنطينة من أجل أن يجيبو لا أستبعد من المفروض هذا هو الإجراء عندي واحد متهم يكون في سجن أنا كنت في السجن أحيانا الناس يجيبوهم من ولايات منه ومنه لأنهم عندهم محاكمة هناك يجيبوهم للسجن هناك ويباتوا وبعد يروحوا يتحاكموا ثم بعد ذلك يرجعوهم للسجن انتاعهم هذه تحدث دائما مدام عنده قضية مبرمجة أجلت مرتين يجيبوه يجيبوه حتى الصباح يتحاكموه وترجعوا القسنطينة وشي ميتين كيلو لكن مجيبوه هناك شيء ما مخفي في هذه القضية لا يريدون لعادل أن يتكلم عنه إذا كانت ظنه أنا أقول هالك يا أولحاش وأنا أدرك أن هذا الكلام يغصلك إذا كانت ظن بهذه الطريقة ولا يظن شنجريحة ولا تبون ولا هذمة هذه العصابة التافة الفاسدة التي لا قيمة لها يظن بأن هذه الطريقة راح يسكتني ولا يخليني نتراجع ولا لا من أجل أنه يطلقوا صلاح هو ينحبس كل شيء اللهم أني متوقف على فضحكم نهارا لنشوف الجزائر يحكمها ناس انتخبهم الشعب حقيقة ويتوقف هذا الظلم وتعود المياه إلى مجريها ونعيش في أمان مع الدول لجيراننا ونخرج من هذه القضايا العبثية التي تورطت فيها الجزائر كقضية الصحراء وغيرها ثم بذلك راح أقول لكم شكرا راح أقول لكم شكرا ونهتم بملفات أخرى عما الوضع هكذا والله ما نسيكتنا عليكم والله والذي لا إله إلا هو لو أدفع حياتي ثمن ما أقوم به ما تراجعت رحلة لا يهمني حملات التشويق لا يهمني الدعايات هذه اللي ينشر فيها هنا وهناك إسرائيل مش نعارفه شو زار والحكاية الفاضية هذه الفارغة هذه ما عندي وقت حتى أحكي عليها ولا يهمني شيء قلوا ما تشاؤون وانبحوا ما تريدون المهم في كل حملة تستهدفني أدرك يقين أن رسالتي وصلت لو لم تصل لرسالتي ما اهتم بها أحد هذا هو الواقع إذن إجمالا إخواني الكرام شقيقي عادل صدر عليه حكم في محكمة الشريعة ولاية التبسة حكم بالإدانة لمدة سنتين مع مصادرة المحجوزات منه مش نعارف هذه المحجوزات وشهية لأن المحجوزات اللي عنده هو أوردينتر و تليفون راهوا موجود عندهم في قسنطينة ولا راهوا موجود عند المخابرات وش من المحجوزات كين ديموا كين مدام انتع على انترنت انتع شقيقي الآخر ربما هذا اللي يقصدوا به وعلى ش تحتجزوا ولا تصادر كلام فارغ تعال الله دولة عباثية حقيقة نشوف الدولة إذا كان قضاءها سخيف لهذا الحد ويحكمها إنسان أسخف وعسكرها تجاراً تعمال وأعمال وأجهزتها الأمنية في يد مجرمين صدقوني لا مستقبل لهذه البلاد والجزائر رايحة المستنقع أسوأ مما يمكن تخيله إذا بقيت هذه العصابة نجحت وزادت مرة التبون إلى عهداء ثانية صدقوني يا جزائريين إذا كانوا وصلنا بالجزائريين يحرقوا في الوضنطع الطيارات غدوة لا أدري كيف ستكون عملية الحرق والهروب من بلاد صار شباب هيفكر اللي خرج منها مولود واللي باقي فيها مفقود والله المستعان مع هذه الوجوه البائسة التي تسلطت على البلاد والعباد وريح بيها للهاوية لا قدر الله واذكروا كلامي